خلينا نروح بقى للكرة العالمية ونبدأ التريند العالمي في الوقت الحالي محمد صلاح هل سينتقل للدور السعودي؟ أم أعتقدش أن الصفقة دي هتتم برضو؟ ما أعتقدش؟ أعتقده الأسبوع ده يعني الاسبين قالت من شوية أن هو الأسبوع ده خلينا نقول أنه في تفاصيل شبه مؤكدة عن العرض تمام وأن العرض ده بيعلى كل شوية لا بيعلى ولو تحطه قدام أي إنسان احتمال كبير جدا يوافق عليه أي إنسان مش أي لعب كرة القدم أي إنسان هيتقوله أنك هتبقى الأعلى راتبا في الرياضة اللي أنت بتلعب فيها كلها الكلمة نفسها لا مليارات يا حبي غير كده أنت بتتكلم أن في رونالدو وفي نيمارو وفي بنزيمة وأنت بتاخد عالمين كلهم وبمقابلات أكتر لا وهتبقى نجم كمان الدور السعودي أنت العربي الوحيد وهتبقى حاجة يا خروحي فأنا شايف أن الصفقة الحالة الوحيدة اللي مش هتتمها أن محمد صلاح هو الوحيد الذي لا يملك أي دافع عن روح السعودية كل اللعيب النجوم اللي راحت السعودية حتى الآن في حتة نقصها في أوروبا سواء بقى مرتب قليل مثلا زي حالة راد محرز أنه كان بيأخذ 7 مليون يورو ولكن محمد صلاح بيأخذ 350 ألف السنين في الأسبوع مثلا في حاجة زي أن كريستان رونالدو عايز يفنش مثلا بشكل كويس في أماكن استشفى كويسة ويلعب في مردود بدني أقل شوام بتاع أوروبا عشان يكمل ففي حاجة للدور السعودي فيه خناقة بالنمار وبين باريس سان جلمان بقى لها 3-4 سنين السعودية وفرت مهرب مادة لها محمد صلاح معندوش ده محمد صلاح من أهم من جوم العالم دلوقتي لو فيه 3-4 لعبا فيها مسكنت بنزيمة خلاص كله دي الناس كلها لها دوافع أنا مش بقولك أن الناس دي ضعيفة أو في حتة أخيرة من كاريرة آه وإن كان العمر كده بس طبعا التجربة مختلفة كليا ولكن محمد صلاح عنده 3-4 سنين فأعلى لفل بين أعلى لعبة في العالم أنا مش شايف أن الصفقة هو بيفكر فيها كده وإن كان محمد صلاح بيميل في كل مركاته أنه يفضل حديث السعر الآخر وأنا بحترم ده في جدا ومش ما عنديش أزمة خالص إن واحد نجم زي دو لا مركز بسم الله بلعب وعمل أسست وعمل الري أسست بتاع المتش اللي فات اللي هو كل الناس بتقول ليفر بول مجاش وعمل المنتده في آخر 10 دقايق محمد صلاح فهو مش موجود خالص أسست مثالي وبري أسست مثالي وبيلعب بالشوكة والسكينة كده في ماتش معقد خلص لكن ماتش كله في لمسة واحدة دي حالة أنا شايف أن محمد صلاح أو يعني لو ميلي أنا كراجل مشجع للكرة المصرية وشفت تجربة صلاح دي من البداية أنا مش عايز روح السعودية لأنه أنا لأحلام كتيرة محتاج أن احنا نحققها يعني كمصريين هناك لو بنتكلم في قيمة الصفقة هم نتكلم في العرض الرسمي هي أكبر شألة اقتصادية السعودية تدخلها في اللعيبة لأن أنت بتتكلم 200 مليون يورو للعب 150 مليون يورو لنادي ف350 كده فتح كلام فيه 20 مليون يورو إضافات سواء للنادي أو لمحمد صلاح فأنت بتتكلم في تكلفة اقتصادية هتخبط في 370 مليون يورو في السنة الأولى بس في السنة الأولى بس ده مفيش عرض قدم لحد غير مبابي مبابي بس اللي تعرض عليه أكتر من ده فمحمد صلاح في لحظة هو فعلا بيحس فيها بكل الضغوطات وكل الأشياء المادية وفي لحظة مع ليفر بول هو ما بيواجه فأفضل تشكيل ليفر بول ففي مغريات كتيرة بتحصل ولكن أنا شايف أن محمد صلاح انتقاله الجاي حتى ممكن ما يبقاش للسعودية ممكن يبقى لو في انتقال جاي بعد ما يخلص عقده مع ليفر بول زي ما رامي عباس كتب في التويتر اللي نشرها من حوالي 3 أسابيع نحن لو كنا بنفكر في الرحيل ما كناش جددنا 24 وعشرين 25 آه العرض تقل قوي في التلات أسابيع دول ولكن أنا شايف أن النهاردة كمان تقل قوي النهاردة تقل لا يوميا بيتقاله يوميا الضغط بيزيد لأنه انت قدام وضع مؤكد أن محمد صلاح ما عندهش مانع كل ما بيقول أنا ما عندهش مانع والمريكاة بيقرب العرض هيعلم لأن لسه السعودية عندها عشر تيام كمان تقدر تجيب لعبة من الدور الإنجليزي والدور الإنجليزي خلاص قفل كل حاجة ففي عشر تيام السعودية هتستفرد بقى بلعبة الدور الإنجليزي وتنائم منهم اللي هي عايزة لسه في مشويلو أنتوني وفي ناعمة كتير ولكن النادي ما عندهش أزمة دي نقطة مهمة جدا نادي ليفربول اللي هو يقدر يعقد الموقف كله بيبص على العيب جابه بعمر 26 أو 27 سنة بـ 38 مليون يورو أو 42 مليون يورو وفجأة هتاخد في 150 مليون يورو داخل اللي 7 سنين يدك كل حاجة داخل كل حاجة وداخل على 32 سنة دلوقتي هت بقى جوهو فليكس هت بقى جريزمان هت اللي انت عاوز هت عاف تعمل مشروع تاني بنان على 150 زي ما عمل مع كوتينيو في صفقة كوتينيو 140 بتوع كوتينيو رشوا على الفريق 3 أربعة لعيبة مهمين جدا زي قابلها سواريز 80 مليون يورو اللي دفعت من برشلونة خلت ليفربول جاب صلاحه وجاب مانيو جاب لعيبة كتير جدا فأنا أعتقد آدي تويتا اللي نزلت من 3 أسابيع إنه هو كان بيقول لو كنا عايزين نمشي السنة دي ما كناش جددنا ما كناش جددنا بس انت مكنش عارف إن في 180 انت مكنش عارف إن في 200 يعني داح محدش دا لو وكيل تاني لأ البونس بتاعه فزيع فكان زوانه دلوقتي بيدغط ضغط كامل على محمد صلاح رامي فاكل له قدام رامي 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 عايش عايش لمحمد صلاح رامي رامي لغى الوكالات كلها يعتبر يعتبر الوحيد الكبير اللي معاه هو محمد صلاح ما سمعنش صحيح على اسم العيب كبير تاني مع رامي أصلي من بدري قوي وبعدين اختيار محمد صلاح ورامي مع بعض صلاح كان بيفضل لحد بقى متكلم بالإسبانية متكلم بالإنجليزية ليه أصل عربي علشان لما بيبقى ليه أصل عربي الميدي أحيانا ما بتنرحلوش كتير في الصحافة الإنجليزية فهتاخد حتى اختيار مثالي لوكيله أتمنى التجربة دي تفضل يعني بإذن الله